اشتركوا في القناة وثقتنا بالعلم الطبيعي ونجاحاته تجعلنا نستغني عن الإيمان بالله والإيمان بالإله اعتقاد خرافي على خلاف الإيمان بالعلم فإذا اخترنا العلم والاستنارة فعلينا أن نستغني عن الإيمان بالله هذا هو السؤال الكبير الذي سنناقشه سريعا في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر الأول والأساسي الذي علينا أن ندركه حتى لا نقع في الوهم أو لا نقع في الخديعة هو وجوب التمييز بين العلم والعلموية لابد من التمييز بين العلم كمنهج في كشف العالم والعلموية كفلسفة العلم ساينس متعلق بمناهج الكشف عن الظواهر الطبيعية والكشف عن القوانين وإدراكها من خلال الرصد والاستقراء والفحص والعمل المختبري العلم هو مجموعة مناهج لإدراك طبيعة العالم الفيزيائي هذا المنهج يختلف عن العلموية العلموية فلسفة في العلم وفلسفة في فهم الكون العلموية ساينتيزم ولي فيها مقاطع على اليوتيوب بالإمكان مشاهدتها العلموية منهج فلسفي يقوم على أمرين الأمر الأول هو القول إن العالم هو فقط مادة وطاقة وحركة ولا شيء بعد ذلك ولا شيء فوق ذلك فالعلموية تفترض رؤية تسمى بالطبيعانية الميتافيزيقية متافيزيقل ناتراليزم أي إنه لا وجود لغير الطبيعة أي المادة وهذا أمر مشكل بصورة كبيرة لماذا؟ لأنه مصادرة على المطلوب بمعنى أن موضوع هل الكون هو فقط هل الوجود هو فقط مادة وطاقة؟ هذا سؤال يجب أن تقدم له مقدمات برهانية لتصل إليه لا أن تبدأ من هذه الدعوة التي هي محل جدل ومحل نظر كيف استطاع الملحد الوصول إلى أن الكون هو فقط مادة وطاقة؟ لا يجد لديه برهان هو يفترض هذه النتيجة ويبدأ منها بعد ذلك ليقيم بناءه الإلحادي رغم أنها هي قلب التصور الإلحادي فهي محل نظر ولا يقال إذا لم يكن لدينا برهان على خلاف ما نرى فإنه لا وجود لعالم مفارق لعالم المادة لا حتى تثبت النفي لابد أن تأتي بالدليل أما عدم علمك وعدم وجدانك لما يخالف ما أنت عليه وما تراه ليس برهانا لعدم الوجود عدم الوجدان ليس برهانا لعدم الوجود فعليك أن تثبت وجود ما هو مفارق لعالم المادة وكذلك المؤمن إذا كان في مقام السجال والمحاججة فعليه إثبات وجود ما هو مفارق لعالم غير المادة أما بالطريق المباشر أو بالطريق آخر كان هنا يكون طريق الوحي هناك كتاب مقدس هناك دلالات قوية قاطعة على أنه من عند الله وبالتالي هو يثبت وجود الله سبحانه وتعالى ويثبت ما تحدث عنه هذا الكتاب من أمر وجود الملائكة والغيبة والجنة والنار وغير ذلك إذن العلموية تقوم فلسفة تقوم على دعوة أن الكون المادي هو الحقيقة الوحيدة الموجودة الأمر الثاني الذي تقوم عليه العلموية هو القول إن العلم هو الطريق الوحيد لفهم العالم أو بعبارة الفيلسوف الفرنسي Louis Junior يقول في تعريف العلموية يصفها بأنها عدد كبير من أنصاري الإلحاد الجديد إذا قيل لهم أنتم من العلمويين تقولون بالسينتيزم قالوا أنتم تريدون تشويهنا نحن لسنا بعلمويين لكن مقولاتهم هي مقولات علموية لكن عند التفصيل طبعا يدخلون في الأسئلة الحرجة التي لا يستطيعون لها جوابا فمثلا رشاد داكس يعترف أن مباحث الجمال مباحث الفن مباحث الأخلاق هي مباحث تلأ عن العلم حتى وإن حاول أن يفسر الطابع الأخلاقي في الإنسان رشاد داكس في هذا الكتاب من خلال تفسيره قضية مسألة الإثار بالتفسير الدرويني إلا أنه يقول أنه لا سبيل لنا أن نعتمد العلم في معاملاتنا الأخلاقية وفي أذواقنا الفنية وفي أذواقنا الجمالية فتراه في الحقيقة يقول بالعلموية ويفتخر بمقولاتها مخادعة للسذج لأن للعلم هذا البهرج بسبب اكتشافاته الكبيرة لكنه عندما يحاقق فلسفيا يفر من العلموية لأنه لا سبيل للدفاع عن هذه المنظومة التي انهارت مع صعودها في القرن التاسع عشر لأنها هشة فلسفيا ومتناقضة داخليا في مقدماتها ثانيا يقول رشاد داكس إن قضية الإيمان بإله متجاوز للعالم الفيزيائي قضية قابل الاختبار العلمي وإن كان الأمر فيها ليس على سبيل القطع وإنما على سبيل الاحتمال الترجيحي وهذه مغالطة منطقية عندما تدرس مسألة بغير أدواتها عندما نقول إن العلم قادر على البحث بصورة مباشرة في قضية وجود الله فنحن نفترض لابد أن نفترض في أول الأمر أن الوجود الإلهي يدخل في جنس البحث العلمي العلم يبحث في الظواهر الطبيعية وفي القوانين الكونية المادية المتعلقة بحركة وتحول أجزاء هذا العالم المادي فإذا قلنا إن الإله ضرورة متجاوز للعالم المادي أصبح القول إن العلم قادر على أن يبحث في الوجود إلهي بصورة مباشرة قول منكر قول منكر ستقول لأن العلم قد أثبت نجاعته وبالتالي علينا أن نعتمده هنا حتى في هذا المبحث وأقول لك هذا أشبه بتلك النقطة التي تقول إن رجلا مخمورا كان يقف أمام عمود إنارة في الشارع فجاءه رجل وقال له ماذا تفعل هنا قال له لقد أضعت مفتاح سيارتي فقال له الرجل هل أضعته هنا قال لا أضعته هناك في آخر الساحة فقال له لماذا تبحث هنا تحت عمود الإنارة فقال له المكان هنا مضي فبإمكاني أن أرى الأشياء على الأرض لكن المكان هناك مضل فليس بإمكاني أن أرى الأشياء نفس الأمر هنا إذا كان العلم قادر وقدم نجاحات كبيرة في كشف طبائع هذا العالم المادي فذلك لا يتيح للعلم الطبيعي أن يبحث في أمر الوجود إلهي لأن العلم يبحث في مجال بعيد مساحة بعيدة عن مساحة الوجود إلهي الوجود إلهي وجود متعال على المادة فلا يمكن أن تبحثه داخل المادة هذا نوع من المغالطة تعتمد نجاحات العلم الطبيعي لإيهام الناس والبسطاء أن العلم بسبب هذا النجاح بإمكانه أن يبحث في غير مجاله لإثبات صدق دعويه خارج هذا المجال الفيزيائي كثيرا ما يقول ريشاد داكنز إن العلم بسبب قدرته على فهم طبيعة العالم وقوانين العالم قادر على أن ينفي وجود الله وهذه مغالطة لأن العلم يبحث في الكون بما هو كائن ولا يبحث في الكون بما يجب أن يكون عليه ولا يبحث في الكون لما كان بمعنى أن العلم لا يقوم إلا على رصد الأشياء كما تبدو في عالم الطبيعة ولا يهتم بجواب سؤال لما وجد الكون ولا يهتم بسؤال ما هو الشيء الذي يجب أن يكون عليه هذا العالم في المسائل الأخلاقية والمسائل الجمالية والمسائل الوجودية الكبرى لا يبحث في سؤال لما وإنما يبحث في سؤال كيف والبالتالي فالعلم لا يقدم أي جواب في المسائل الدينية التي نبحث فيها وبعبارة الفيلسوف الشهير فيتكينشتاين يقول الوهم الكبير للحداثة هو أن قوانين الطبيعة تفسر لنا الكون قوانين الطبيعة تصف الكون فهي تصف الانتظام لكنها لا تفسر شيئا إن العلم الطبيعي لا يفسر شيئا فيما يتعلق بأسئلة الإيمان بالله العلم الطبيعي يشرح شكل العالم كما هو قائم اليوم وليس هذا هو السؤال الديني السؤال الديني هو ما سبب وجود العالم وما سبب اتخاذ العالم هذه الغراض هذا الشكل البدية لماذا يبدو الكون على هذا الشكل البدية العلم لا يفسر ذلك العلم يسف قيام العالم على هذه الصورة فهو بعيد تماما على أن يكون إجابة مباشرة لسؤال هل يوجد إله من الممكن أن يتخذ مقدمة في البحث بمعنى الكون يبدو على هذه الصورة كما يقول العلم فنحن الآن نسأل لما كان الكون مضبوطا بهذه الدقة لماذا تدل الدلائل إذا دلت الدلائل العلمية على أن الكون له بداية لماذا كان للكون بداية هذه أسئلة فلسفية تقوم على مقدمات علمية لكن العلم لا يملك أن يقفز مباشرة ليجيبنا على سؤال وجود الله لأنه يبحث في أسئلة تختلف عن أسئلة الإيمان وهي أسئلة فلسفية لاهوتية لا علاقة لها بالنظر المباشر في مظاهر العالم الفيزيائي العلم الطبيعي ليس هو فقط في عجز تام عن الإجابة عن الأسئلة الدينية بل هو نفسه يحتاج إلى جواب تفسري لابد أن نفسر طبيعة وجود العلم العلم هو نفسه سؤال وليس الزواب في البحث في قضايا الإيمان العلم يمثل علامة استفهام ولا يمثل جوابا علميا أو فلسفيا أو دينيا ريشارد سويبرن الفيلسوف البريطاني الشهير وجون لينوكس أيضا في كتابه وغيرهما من الفلاسفة الباحثين في مسألة الإيمان من المؤلها لهم كلام مهم جدا في هذا الباب يقولون كما يقول ريشارد سويبرن في كتبه يقولون إن العلم مدين لعقيدة وجود الله بحق الوجود إذ إننا لا نستغني عن مبدأ وجود الله لنفهم لماذا يفسر العلم الوجود الطبيعي فتفسير العلم الطبيعي للوجود الطبيعي يحتاج إلى تفسير إذ الكون في أصله مادة وطاقة في حركة دؤوبة وهو بذلك ظاهرة صامتة تحتاج من ينطق عنها واحتمال العشوائية في هذا الوجود أربى بكثير على احتمال الانتظام والتناسق والتكامل والواقع منتظم على خلاف المتوقع من الكون العشوائي فالقدرة التفسيرية للعلم رهينة وجود الانتظام والتناسق والتكامل بين عناصر الطبيعة والسؤال هنا لما انتظم الكون ولم يتبعثر ويسر في عماية وجود الله هو وحده الذي يفسر ذلك وجود الله هو الشيء الوحيد الذي يفسر طبيعة الانتظام والتناسق بين عناصر كثيرة في الكون تعتمد على قوانين مختلفة هذه المشين الكبيرة الكونية بطبيعةها المنتظم والمتناسق تحتاج إلى تفسير لا يمكن للعشوائية أن تفسر ذلك مستحيل العشوائية مشكلة وليست حلة الحل هنا أن تفسر طبائع الحكمة بذات حكيمة تملك إرادة وقدرة وعلم فالعلم فقير إلى جواب يطلب جوابا لنفسه لتفسير نفسه ولا تفسيرا للعلم إلا الوجود إلهي فنحن نؤمن بالله لأن وجود الله سبحانه وتعالى تفسير لوجود العلم والعلم لا يلغي وجود الله بل العلم وجوده رهين وجود الانتظام والانتظام رهين وجود الله وهذه قضية تحتاج من كل ملحد إلى تفكير عميق هادئ فإنها فكرة واضحة بينة دانية إلى القلب والعقل ألبرت أنشتاين الفيزيائي الشهير والكبير له كلمات فلسفية أحيانا عميقة جدا رغم أنه مضطرب فلسفيا والتصنيفه دينيا مشكل جدا هناك ناس يصنفونه ملحد وهناك من يصنفونه على أنه يقول بوحدة الوجود وهو ينكر أن يكون ملحدا صعب أن تصنفه بسبب كلماته يعني فيها نوع من التضارب أحيانا في تقريراته سواء التي قالها في كتوبه أو في رسائله الشخصية المحفوظة لكنه على كل حال قال كلمة من أعمق ما قيل في تاريخ الفلسفة كلمته الشهيرة التي قال فيها إن أكثر شيء غير مفهوم حول هذا العالم هو أن هذا العالم مفهوم ما معنى هذه الكلمة يقول لنا بعبارة أخرى لو افترضنا أن هذا العالم مكتف بنفسه عن غيره هذا العالم هو كل شيء فسنواجه مشكلة كبيرة ضخمة محيرة هذه المشكلة تقول لنا كيف يكون هذا العالم مفهوما لنا في عقولنا إذا كان هذا العالم مجرد تراكم لأشياء مادية عمياء صماء لا تنطق ولا تبين ولا تفهم الكون الإلحدي كون عشوائي وهذا الكون كما يدرسه العلماء كون مفهوم كون جميل كون معقد بصورة منظمة ومرتبة كيف سطاع عقلنا أن يفهم هذا الكون ويفهم قوانينه إذا كان هذا الكون كون عشوائي هذا أمر مستحيل الكون العشوائي لا يكون كونا مفهوما وكونا مثيرا للإعجاب كوننا مفهوم ومثير للإعجاب يقع داخل مبادئ العقل الأولية تفهمه بصورة جبيرة وسهلة وسلسة هذا الكون بهذه الصورة لا يمكن أن يكون كون إلحدي هذا الكون كون مخلوق لإله حكيم عليم قدير لأنه كون مفهوم يتطابق مع مبادئ عقولنا ونفهمه بيسر وسلاسة من عجائب ريشارد داكنز في كتابه وهم الإله إصراره على القول إن فهم الطبيعة من اخصاص علماء الطبيعة وفهم ما هو فوق الطبيعة من اختصاص علماء الطبيعة يقول إن اللهوتيين والفلاسفة لا قيمة لهم في مبحث فهم العالم وكل ما يتعلق بالعالم المبدأ والغاية وغير ذلك يقول ذلك مصادرة على حقيقة أن البحث ما هو فوق العالم متعلق بمباحث ما هو فوق العالم وبالتالي الذين تخصصوا في فهم هذا العالم المادي لا يملكون آلات النظر في ما هو فوق العالم المادي إذا قلت إن علماء الطبيعة هم فقط الذين يجوز لهم البحث في قضايا الدينية فأنت تقول إن الإله لو وجده فسيكون جزء من العالم بمعنى أنك هذا العالم المادي بمعنى أنك تبطل معنى الإله عندما تبحث في معنى الإله أنت تقول علينا أن لا نعتمد غير الوسائل العلمية المادية في بحث في أمر وجود الله فحتى يصح وجود الله لابد أن يكون الإله مادية والإله لا يكون مادية لأن تلبس الإله بالمادية ينفي عنه صفة الأدوهي فأنت في الحقيقة وأنت تبحث بالعلم الطبيعي في الأمر وجود إلهي تبدأ من نتيجة البحث ولا تبدأ من مقدمة البحث تبدأ بمقدمة تقول لا يوجد إله لأنني عندما سأبحث الموضوع سأفترض عدم وجود إله لأنني أعتمد وسائل تنفي بضرورة وجود إله لأنها لا تعترف إلا بوجود ما هو مادي طبيعاني فهناك خال الأساسي في دعوة ريشا داكس بسبب مغالطاته المنطقية التي لا تنتهي خاصة باقين ذي كواشن المصادرة على المطلوب هذا يتكرر معه كثيرا يبدأ من مقدمة إلحادية في مجادلة في أمر صحة الإلحاد ما هو الدليل العلمي على عدم وجود الله إذا كان الدليل العلمي هو الدليل الوحيد الذي يجب أن يعتمد في هذه المباحثة الميتافيزيقية ما هو الدليل؟ يقول لنا ريشا داكس لا سبيل لإثبات عدم وجود إله يعترف بذلك لأنه لا يمكن إثبات عدم وجود الشيء طيب إذا كيف ستنفي وجود الله؟ قال بالدليل الاحتمالي طيب ما هو الدليل الاحتمالي عندك؟ الدليل الاحتمالي هو أنه في أرقى صوره يعني العلم الطبيعي يفسر لنا الكون طيب كيف يكون هذا الدليل برهانا على عدم وجود الله احتماليا؟ نحن لا ننكر نحن لا نحن كمؤلهة وكمسلمين خاصة لا ننكر أن القوانين الطبيعية تفسر للعالم هل نحن نقول إن العالم يسير بالمعجزات بالخوارق؟ لا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد بث سورة للكونية الطبيعية في هذا العالم حتى يسير العالم طبعا هذا لا ينفي أمر المعجزات ولا ينفي أمر تدخل الله في صورة مختلفة لا توجد صورة واحدة ليس فقط صورة المعجزات هناك صور مختلفة أن يجعل الله سبحانه وتعالى مقدمات معينة تقول في ختام الأمر إلى نتائج معينة دمن السنة الكونية فالله سبحانه يتدخل من خلال السنة الكونية ومن خلال الخوارق الكونية لكن مع ذلك الأصل في عمل الطبيعة السنة الكونية نحن نقره بذلك فلنجد تعارض بين أن يوجد الله سبحانه وتعالى وأن تعمل القوانين الطبيعية في هذا الباب تفسير العلم لعامل الطبيعة هو اعتراض جيد على الأفكار البدائية السادلة للأقوام البدائيين كما يقال الذين يعتقدون أن مظاهر طبيعة كل مظهر يمثل حالة مزاجية للإله الأمطار تمثل حالة مزاجية الفيضلات تمثل حالة مزاجية ما تراه من أمر ما يكون عند الحصاد يكون حالة مزاجية الطبيعة مظهر مزاجي للإله فإذا اكتشفنا القوانين الطبيعية انتفت الحاجة إلى الإله لأن الطابع المزاجي للإله لا يمثل حقيقة الكون وحقيقة عمل الطبيعة هذا التصور بدايي وأنا أشك حتى أن البدائيين كانوا يظنون أن الكون يسير بهذه الصورة في كل أمره أشك في ذلك لكن فيما يتعلق وحتى بالنصراني النصراني لا تقول هذا الكلام واليهودية لا تقول هذا الكلام من بأولى الإسلام لا يقول هذا الكلام تفسير العلم لعامل الطبيعة لا يدل إلا على أن هناك قوانين مادية تحكم الطبيعة في تاريخ الإسلام اهتم علماء المسلمين بصورة واسعة بالعلوم الطبيعية لتفسير عمل الكون ولم يجد في ذلك معارضة لإيمانهم بوجود إله لا يوجد تعارض في هذا الأمر فعندما يقول لشد داكز إن تفسير الكون علميا ينفي وجود الله هذا مشكل لأن العلم يفسر عمل الكون ولا يفسر سبب عمل الكون على هذه القوانين المخصوصة ولا يفسر لما وجد الكون ولا يفسر مظاهر الكون كما تبدو لنا العلم يفسر عمل الكون ويكتفي بذلك ولا يخرج عن هذه الدائرة وبالتالي العلم في أقصى أحلامه لا يمكن أن يدخل في مجال تفسير جواب الأسئلة الدينية التي تنتهي إلى إثبات وجود الله أو التي تنتهي بزعم الملاحدة إلى إنكار هذا الوجود العلم بمنأة عن الأسئلة الوجودية الكبرى الدينية الميتافيزيقية أخيرا لمن أراد أن يتوسع في مبحثي صراع العلم والدين وهل بإمكان العلم أن ينفي وجود الله أنصحه بكتاب جميل جدا في هذا الباب كتاب جون لينكس كتاب فيه نقول كثير جدا فيه تقريرات ممتعة جدا كتاب سهل دان للقارئ الجاد والقارئ المتوسط وحتى القارئ بما الضعيف بإمكانه أن يستوعب هذا الكتاب جون لينكس عالم الرياضيات البريطاني عنده أسلوب جميل جدا في تبسيط هذه المعاني وهذه القضايا السجالية بأسلوب سهل وممتع أيضا أو ماتع كما يقول أهل اللغة الكتاب طبعا باللغة الإنجليزية وقد تم تعريبه تعربه أحد النصارى العرب تحت عنوان العلم ووجود الله هل قتل العلم والإيمان بوجود الله أيضا نشر مركز دلائل كتابا بعنوان أقوى برهين دكتور جون لينكس أقوى برهين دكتور جون لينكس هذا الكتاب يتضمن خلاصة وهذا كتاب أولى بالقراءة من الترجمة العربية التي كانت ترجمة مباشرة للكتاب الإنجليزي هذا كتاب أولى كتاب أقوى برهين دكتور جون لينكس لأنه يقوم بترجمة كل ما كتبه جون لينكس في هذا كتاب وكتبه الأخرى فيما يتعلق بقضية العلم ووجود الله والرد على الملاحدة ولا يذكر القضايا التي تتعلق بالنصراني بغير ذلك فهذا كتاب فيه خلاصة جيدة وممتعة وماتعة ومفيدة للقارئ الذي يريد أن يتوسع في هذا الباب فهذه الأشرة التي نقدمها في التعليق على كتاب The God Illusion لداكنز لأن يريدها أن تطول كثيرا حتى لا يمل السامع وبالتالي من أراد أن يتوسع بمكانه أن يعود إلى الكتاب الإنجليزي أو الترجمة العربية أو الكتاب الذي جمع أقوال جون لينكس في مسألة العلم ووجود الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته